شكرا تسنت الثمنة بتوقيت القهراء السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وصرح متحدث رئاسة بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوصع نطاق أكد رئيس السيسي ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز وحرص مصر على تعزيز أليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة تأكيد رئيس السيسي جاء خلال اتصال هاتفي تلقى من رئيس كازاخستان قاسم توكايف وصرح متحدث رئاسة بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لأوكرانيا مؤكدا أن القوات الروسية منعت من التقدم في معظم الاتجاهات هذا وأعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي على بلاده وأشر مرسوم رئاسي إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخضائن للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط وسيطبق في غضون تسعين يوما في كل المناطق الأوكرانية وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تركت وحيدة في مواجهة الجيش الروسي مؤكدا في الوقت نفسيا أنه لن يغادر العاصمة مضيفا أن موسكو حددته على أنه الهدف الأول وأن عائلته هي الهدف الثاني يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري وغير المشروط هذا وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن مشروع القرار الذي صغطه الولايات المتحدة ينص على سيادة واستقلال وحدة أراضي أوكرانيا ويدعو لإيصال سريع وآمن للمعونات الإنسانية دون عرق لمن يحتاجها مضيفا أن مشروع القرار سيحال بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة أكد رئيس الفرنسي إيمانوال ماكران أنه سيتم تقديم 300 مليون يورو من المساعدات والدعم العسكري لأوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي أضف ماكران أنه أجرى اتصالا هاتفيا صريحا ومباشرا وسريعا مع نظره الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه وقف العمليات العسكرية مضيفا أن الرئيس الأوكراني طلب منه التواصل مع بوتين بسبب عدم تمكنه من الوصول إليه لطلب عقد مباحثات وشدد ماكران على أن بلاده ستضيف عقوباتها الخاصة إلى خزمة عقوبات الاتحاد الأوروبية كما أعلن أن فرنسا ستسرع في نشر جنود في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة ومنها شركات في مجال دفاع مؤكدة في الوقت الذاتي أن الاتحاد الأوروبي سيحاسب الكراملين لافتة إلى أن حضر الصدرات على روسيا سيؤثر على القطاع النفطية وأوضحت أورسولا فاندرلاين أن العقوبات على روسيا منصقة مع الولايات المتحدة ودول أخرى وأنها ستسبب زيادة تكاليف الاقتراض الروسية وسترفع تدخم هناك أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلده ستشدد العقوبات على روسيا لتشمل ثلاثة مجالات منها المؤسسات المالية وصدرات الاعتاد العسكرية وأضف كيشيدا في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني أن بلاده قررت تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضاء لجهات على صلب القطاع العسكري مضيفا أن اليابان ستبدل قصر جهدها للحد من التأثير الاقتصادي عليها من تداعيات الأزمة أعلن البنك المركزي الأوكراني حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وبلاروسيا مضيفا أنه حظر كذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين وذلك بعد يوم من شن روسيا هجوما على أوكرانيا نهاية موجزة الثمنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل